دقيقة هنا في تونس شاء الله يومكم سعيد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة نشوفوا معا مالا جندوب الآن أهم الأحداث المنتظرة بالنسبة لهذا اليوم الخميس 22 أبريل 2021 الموافق لعشر رمضان 1442 للهجرة نبدأ بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المنظر يقوم بصرف الجرائية غدوة 23 أبريل لكل المنتفعين سين الساس يظل اليوم وسين البيس سين البيس غدو تشمل القصة الأول من مجموعة خمسة أقصات بعنوان مستحقاته من مخلفات الزيادة في الأجور للفترة من شهر أوت لديسمبر 2020 بشي تواصل صف الأقصات بشي تواصل حد بصفة شهرية مع الجرائيات حتى لشهر أوت الجاي حسب المعطيات اللي عنا بدايوا هما في الريابيل مك الشهر الصغيرة أصحاب الشهرية الكبيرة مثلا متى سين البيس الشهرية متعرو تريت بتباعت حالي منحة التقاعد خلاهم هما في ما عندهم شاوي لوي بداوا بزل لكن هاو وصلوا ويذولي بشو صلو الوكالة الفنية للنقل البري من منتظرة تسخر عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من نشاط بجميع مصالحها والتمديد في صلوحية تشهيدة الفحص الفني وبطاقات الاستغلال اللي وفيت بداية من الثمانية أفريل لفين واحد وعشرين بشهر واحد من مفترضة بش تسخر لا نور ملمون سخرت سخرت شهر الله منهار ثمانية أفريل منهار ثمانية أفريل وهي تتفرج اليوم قداش 22 أفريل يا سيدي موقعون مدير عام فماشوا عينوا مدير عام وفهم موزير وفهم مدير عام نقل بري ونقل جوي وكلهم موجودة الناس تخدم في الوزارة من ثمانية أفريل لليوم ما تحلش المشكلة هذا صخر جيب خدامها أخرين معناها العبادة اللي دافع فلوسها ناس مصبقة فلوسها الفيزي التكنيك ترف كيفاش ولت بالرونديفو تدفع الفلوس على الإنترنت بالمصبق قبل ما تعدي متفقين وتمشي نهار ثمانية أفريل لليوم كل اللي كان لغالب فيه إضراب عندهم الحق رابش يعملوا إضراب ويطالبوا بحقوق اللي ما عندهم مش تحق فيه أنو الإضراب اللي ولا مفتوح معادش إضراب منتع نهار وثنين وثلاث واحد وثنين معاش نقاوه معاش كونا نتفاوضوا عاملين إضراب الإدارة كينها انسحبت آيا أضرب على روحك وطول نعملوا تسخير وطول نعملوا وطول نعملوا شوية مصبرات شوية مسكنات شوية ماء نتفيه به شوية الحريقة وطول نشوف لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع لأصحاب مقترح القانون المتعلق بجوازات ووثائق السفر والحريات والعلاقات الخارجية لجنة المالية والتخطيط والتنمية بجو تنظر اليوم في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس ميل شركة تونس الطرقات السيارة ومشروع قانون يتعلق بمعالجة وضعية التدين المفرط للأشخاص الطبيعيين كيف بجو تنظر في تقارير اللجنة بخصوص الزيارات الميدانية اللي قامت به مجلس نوع بالشعب مجلس نوع بالشعب لجنة الصناعة والطاقة وثروات الطبيعية مش تجتمع اليوم للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات هي رخصة الزارات والمسادقة على التقرير عمادة المهندسين اليوم مش تستمع لهم كمالنا مع مجلسة بالشعب لا ماذا تفعل؟ قطر عمادة المهندسين اليوم مش تستمع لهم لجنة تنظيم الإدارة بخصوص مشاغل القطاع وباش نختموه بلجنة الصحة اللي تنظر في مشروع قانون أساسي خاص بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين تونس والكونفيدرالية السويسرية ومقترح قانون خاص بتعديل القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم هذه لجنة الصحة خاصة الضمان الاجتماعي في الكونفيدرالية السويسرية هذه الاتفاقية لا رائعة جدا رائعة جدا هل يتمح لهم ماذا بالشعب؟ يهبر لا ما نحاجة رائعة تعتبر الروح كيينك لا تسمع في مشكلة التي تسمحهم يوميا غلاء الأسعى الوباء اللي خايفين منه القرارات اللي قاع اتخاذها من طرف اللي جن العلمية والوطنية والسياسية ودرش نوع العركة اللي موجودة في الساحة السياسية هذه كلهم فمي يشتسمع لنا ها فمع مليون بشيسم عمات المهندسية لهم صلي عني المشنوي بالشعب تقول لهم مور خمسة يزيد يلا نمشي وحنا نمشي ونسمع في روز